طيب احنا لا يخف على احد الموجة التضخمية غير المسبوقة اللي موجودة في العالم كله وبالتبعية طبعا موجودة عندنا او لمسناها او لمتنا اثارها عندنا في مصري لما نقول ان في زيادات في المرتبات ده الهدف منه يعني سد الفجوة او محاولة سد الفجوة او محاولة التقليل من اثار الموجة التضخمية اللي موجودة دي بالتأكيد الهدف من بعض الحوافز او بعض المسائل المالية اللي بتصرف هو الهدف منها تقليل تدعيات الازمات التضخم وخلافه الدولة بتحاول كل ما يحصل يعني بعض التحديات الاقتصادية بتحاول تدخل رغم زي ما قلت رغم ان ظروفها برضو يعني التحديات الاقتصادية دي مش بتواجه للناس بس بتواجه الدولة ايضا يعني ومع ذلك الدولة لا تتخلى عن الناس بدليل ان احنا يمكن احنا شوفنا خلال تلاتة اربع سنين الفاتو الحد لقدنا الاجور يعني اتحرك سبع مرات تقريبا يعني من 1200 جنيه النهاردة لاربع تلاف جنيه فهتلاقي سبع مرات اتحرك وده بيكلف الدولة برضو مبالغ كبيرة جدا لكن الدولة دايما بتحب تقف مع الناس وبتحب تسندهم او العمال يعني بتحب تسندهم في التحديات اللي بتقابلهم اه ممكن ما يبقاش المبلغ بالشكل اللي هو القوي اللي هو يقدر يواجه لكن احنا عندنا للأسف الازمة او التحديات الاقتصادية اللي موجودة مقسومة شقين شق نتيجة التدعيات العالمية او الازمات العالمية والشق التاني جشع بعض التجار وده اللي مفروض نواجهه بشكل مباشر داخلية يعني بالتأكيد لو احنا قدرنا يعني سواء من خلال الاشخاص نفسهم او المجتمع المدني او خلافه بالتأكيد هنقدر يعني الزيادات المالية اللي بتحصل ديه هتؤثر ايجابيا بصالح المواطن بشكل كبير